السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أحبائي كتمنى تكونوا بخير وعلى خير في الحلقة اليوم بنتقدم لكم مصفى بالنسبة للأخوات لتعاني من المشكل الجافاف البشرة والبشرة ديالتهم شاحبة قبل ما نتكلم لكم لهذه الوصفة اليوم كتمنى من تلك تزوروا قناة وصفات عمينة الأول مرة كتمنى من تشاركوا في القناة بالتغطى لزر الأحمر وما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا بكل مع وجهة ديال بالنسبة للمكونات ديالت الوصفة أخواتي غادي نحتاجوا فيها المكوين ديالتوت يعني الفريز بالنسبة للطريقة تحضر هالوصفة هاتي بسيطة بزاف غادي تاخذي أختي جوج حبات من الفريز وغادي ترسين بالفرشيطة وغادي تضيفي أختي عليهم معلقة كبيرة من الحليب السائل يكون كامل الداسم غادي تخلطها المكونات مزيان بالنسبة لطريقة الاستعمال غادي أختي تغطي وجهك مزيان وتغطي هذا الماسك على البشرة ديالت الوجه ديالك وتعمل بحل شكل مص مساحığımız خفيف وعدع أختي منه أيضا على الرقبة لالت predictive ملاحظ صناعует والأختي بالنسبة لي ما deciول جوج به راقبة ديالتك لسيطة مع اللون العنق92 أختي هذا الوصفة regardingρείقة Wirkan dasatts petite وغادي تغطي البشرة من الحليب الساف Lee بيستخدم كبيرة من التعليق بحول بهذا الوصفة هذه العنق約 15 دقيقة يعني 24 ساعة من بعد Terстаточно هاد مدة غادي توصلي وجهك ومن بعد اختي ما غادي استعملي هاد الوصفة هادي غادي جدي تستعملي هاد ماسك غادي تلاحظي واحد آآ رطوبة على البشرة ديالتك ونعومة غادي تسولي البشرة ديالتك ناظرة ومن اول استعمال اختي غادي يبليك الفرق هاد الوصفة هادي اخواتي كتمنى منكم تجربوها هاد المكون ديال الفريز متوفر حاليا وتمالي هو بسيط خصوصا بالنسبة لأخوات لعدهم هاد مشكلة للجفاف وشحوب البشرة هاد الوصفة هادي غادي تليق لكم بزاف واني اخواتي في اول مرة ملي تلاحظوا هاد الجفاف في البشرة ديالتكوم والشحوب اللون ديالها ما غاديش اتطبقوا الوصفات هما اللولين خاصكم باش آآ تعالجوا هاد المشكل خاصكم تعارفوا السبب علاش هاد البشرة ديالتكوم جافة ولون ديالها آآ شاحب آآ حيثة الاراضة دي بحالك كتقدر تكون علامة لبعض الامراض لقطر الله بحال مراض ديالسكري ولامراض ديالفاق الدم مهم اخواتي ديما إلا لاحظتوا جفاف وشحوب في البشرة ديالتكوم خاص اول حاجة آآ تقوموا بها هي تعملوا الفحوصات ديالكم عند الطبيب باش تعارفوا المشكل قبل ما استعملوا الوصفات الطبيعية مش من لي آآ تعارفوا باللي ما عندكم حتيش مشكل آآ صحي يمكن لكم استعملوا بحال الوصفات الطبيعية للمساعدة هذ المكون هادا ديالفريز او آآ توت عنده بزاف ديالفوائل البشرة ديالتنا وكي غاديها وكتسلح بزاف البشرة الجافة وشاحبت اللون حيث يكون غاني بزاف ديالفيتامينات وغادي اعطي البشرة ديالسكروطوبة ونضارة ودي ما حدثكم أخواتي تشربوا الماء بكاتراء بالنسبة للأخوات ديالك يكون عندهم هادا الجافاف والشحوب في البشرة ديالتهم هاد الجفاف و هاد شحوب يكون في البشرة لماذا leyك أختي ؟ حيث يكون ما تشربيش الماء مойдك ، لماذا يكون هذا الجفاف و هاد شحوب بين نوع المستوى البشرة لوجه هاد الوصفة هذه يعني هاد ماسك أختي يمكنك التستعمله بشكل يومي إلا كان عندك الوقت أختي دي الفراغ ممكن ليك التستعمله بشكل يومي أما إلا كنت تعريبي مشغولة ممكن نفسًا لك استعملي هاد الوصفة هاد يوم آه يوم له ليوم ملوى الأرتاحي يوم الموالي سوف تلاحظي النتيجة التي يزوينا بزاف لمستوى البشرة نعومة وناظرة هذه الوصفة سوف تستمر عليها ومالذي تلاحظوا تحسن لمستوى البشرة وتحسن لأختي الى النتيجة التي تريدها توقفي الاستعمال هذه الوصفة بشكل تدريجي وذيما أخواتي لا تنساوش تشربوا الماء بكثرة ما الاعتناع بالبشرة لكي تجنبوا أخواتي بحل هذه المشاكل ديال البشرة بحل الجفاف وشحوبة اللون مهم أخواتي كانت ديال الوصفة ديال اليوم كتمننا تكون لإعجاب ديالكم إلى عجباتكم لا تنساوش تشاركوا في القناة ديالي وتعموني بلايك بالنسبة للأخوات لمازال ما تشاركوش كتمننا من مشاركو لا تنساوش تفعلوا الجرس باشتواصلوا بقول معه جديد وإلى حلقة أخرى وإلى اللقاء